هل كان هناك قبول من قبل قبول شعبي تم خداعهم في الثورة أو في الثورة المضادة؟ نعم مثل ما حدثتكم الرئيس رفع شعارات رنانة على غرار مكافحة الفساد وأن الذين حكموا البلاد طيلة عشر سنوات قد أفقروها وقد استفادوا ماديا وقد عبأوا جيوبهم وأقاربهم وغير ذلك من الشعارات وألصق بهم جميع الفشل وجميع المصائب إنشأت في حين الجميع يعلم بأن الثورة المضادة الناعمة كانت طيلة العشر سنوات تعمل على إفشال أي تقدم أو إفشال أي إنجاز يعود بالمصلحة على التونسيين ويحسب للقواء التي جاءت بعد 2011 فاستغل الرئيس مثل ما حدثتكم ظروف الأسابيع التي سابقت الانقلاب وهي الأزمة الاجتماعية والصحية والاقتصادية القاتلة استغلها من أجل رفع شعارات رنانة استمال بها فئات واسعة من الشعب التونسي والتي وضعت آمال كبيرة فيه في حين أن الحصيل اليوم بعد سنتين كاملة من الحكم بعد أن استفرد بالحكم واستفرد بجميع الصرط ولا رقيبة ولا حسيبة على أعماله وحصن جميع أعماله ورجاله حصنه من المحاسبة تحت غطاء تأسيس أو الاحتفاظ بنظام جاء به الشعب ونظام يريده الشعب ولكن المحصلة اليوم هي صفر وازدادت الأوضاع سوءا وهي اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل 25 بعد نجاح كل الثورة أستاذ ماهر تكون البلاد منهكة بكافة القطاعات خاصة اقتصاديا بعد نجاح الثورة كيف تعامل التونسيون مع الوضع الاقتصادي كيف تقبلوا ذلك وكم من الوقت استغرق لكي ينفجروا مرة أخرى نعم على العكس من ذلك في التجربة التونسية بعد الثورة تحصنت الأوضاع الاجتماعية وحققت البلاد نسب نمو محترمة كل سنة إلى غاية سنة 2014 عندما عاد النظام السابق إلى الحكم بالتحايل من خلال تغيير الأسماء والتلاعب بالأسماء وعاد إلى الواجهة من جديد وبدأت دورة الانحدار مجددا وتراجعت المؤشرات والرقام الاقتصادية إلى غاية سنة 2021 متى شعر التونسيون بأن الانقلاب بدأ؟ في الحقيقة كانت هناك محاولات طيلة سنوات لكن كانت ناعمة فالتونسيون هذا ما أقصده متى شعروا بأن هناك فعلا مؤامرة حاك على ثورتهم وأن الانقلاب يتم التحضير له في الحقيقة المحاولات كانت ناعمة لدرجة أنه حتى الطبقة السياسية وحتى النخب نفسها كانت لا تصدق ما نقوله لا تصدق هذا الطرح إلى غاية 2021 حتى في 2021 يعني بعد محاولة الرئيس ببضعة أشهر ولا زالت هناك بعض النخب لن تحدث عن عوام الناس حتى بعض النخب لا زالت تظن بأن ما أقدم عليه الرئيس إنما هو محاولة إصلاحية لإنقاذ الثورة وقد رفع هو نفسه شعارات الثورة بعد الانقلاب يعني خداعا وغيلة حتى تأكد الناس بعد أشهر من الانقلاب وعدم حصول أي تقدم أي تحسن على عكس ذلك هناك هجمة غير مسبوقة على المكتسبات من الحقوق والحريات والقوانين والهيئات واللجان حيث قام أقدم الرئيس على حل كل الهيئات الدستورية المنتخبة حل الحكومة حل البرلمان هيئة مكفحة الفساد هيئة الانتخابات هيئة القضاء إلى غيره من المؤسسات الرقبية التي تشكل توازنا ووجودها يشكل توازن مع السلطة التنفيذية قضى عليها جميعا قام بحلها دجن بعضها بعضها مغلق إلى الآن زور الانتخابات لم يشارك فيها سوى 10% على أقصى التقدير وهو الرقم الذي تقدمه السلطة 10% من الناس صوتوا على دستوره الجديد الذي لا يعرف أحد من كتبه كيف كتبه لا يعرف أحد قام نظم انتخابات تشريعية شارك فيها بين 19% من الناس حسب السلطة نفسها إلى غير ذلك من الهزائم ومن الفشل اليوم تأكد الناس أكدت نخبة سياسية بأن ما حصل فعلا انقلاب بأننا نعيش اليوم تحت حكم فرداني كلياني لا مجال فيه ولا فرصة لأحد غير الرئيس نفسه فمثل ما حدفتكم البيئة التونسية حتمت على المحور الدولي الذي كان يدير أدواته في الداخل أن يكون تدخل بوسائل ناعمة جدا نعم عكس بعض البلاد الأخرى مثل ليبيا مثلا حيث كانت تدخل عسكريا فجا تم تسليح ميليشيات مدعومة من الخارج وحاولت مرارا وتكرارا الهجوم على العاصمة وافتكاك الحكم بقوة السلاح وتدخلت بعض دول الجوار بشكل فج بعسكرها وبطائراتها وهذا الأمر موثق وجنودها لا يزالون إلى اليوم أسرى عند الحكومة الليبية إلى غيره لكن البيئة التونسية فرضت على أن يكون هذا التدخل بأشكال ناعمة لذلك كان من الصعب إقناع الناس بأن البلاد تتعرض إلى محاولة انقلابية حتى يهب لنججتها ويكونوا أكثر حذرا ولا ينساقوا وراء ما يخطط لهم حتى حصلت لحظة 25 جولي 2021 التي كانت عملية غادرة مثل ما حدثتكم تم استغلال الوضع الصحي وتم تسبب في مقتل ما لا يقل عن 25 ألف إنسان كان بسهولة كان بالإمكان إنقاذهم بمجرد توفير التلاقيح التي كانت موجودة في مخازن الرئاسة وبنى الرئيس على هذه الأزمة القاتلة ونفذ انقلابه وهو ينفذ الانقلاب كان يرفع شعارات الثورة شعارات الشعب يريد إنقاذ ثورة التونسيين يعني محاربة الاحتكار ومحاربة الطبقة السياسية الفاسدة إلى غيره من الشعارات الرنانة نعم عندما قام بالبدأ بحل المؤسسات والقضاء وما إلى ذلك كانت هي بوادر لعملية الانقلاب كيف تعامل التونسيون مع هذه الأخبار أو مع هذه التغييرات نعم للأسف التونسيون في عمومهم كانوا يصدقون بأن ما يفعله الرئيس هو محاولة إصلاحية لإنقاذ الثورة لأن تلك هي الشعارات التي كان يرفعها هو لم يقل أنا أنفذ انقلابا تنفيذا لأجندة أجنبية أنا لا أنفذ انقلابا من أجل حكم فردي أستفيد من خلاله وأنفذ أجندتي وأحلامي أو أحلام الغير هو رفع شعارات محلية يريد أن يسمعها الناس الناس عطشة لسماع تلك الشعارات والوعود لذلك استمرت العملية بضعة أشهر بعد الإنقلاب حتى أفاق الجميع وكان الأمر متأخرا بعد أن وطد المنقلب أركان حكمه وحتى أن اليوم العساكر الذين لم يدخلوا السياسة قد في تاريخ تونس اليوم هم موجودون في الحكومة وعدد من الوزرات يديرها جنرالات وهي السوابق خطيرة جدا لم يكن الأمر كذلك حتى في الأنظمة السابقة وإن كان رأس السلطة هو جنرال زين العابدين بن علي كان جنرالا ولكن كان يعلم جدا أنه في منطقة جغرافية حساسة جدا بأن الأوروبيين والغربيين والديمقراطيات العريقة في المنطقة ترفض أن تدار أو تكون على حدودهم أنظمة عسكرية يعني ديكتاتورية وتقمع شعوبها وتشكل تهديدا لها فكان يتحرك أو يعني كان يمارس السياسة بقفزات ناعمة حتى لا يشعر غيره بالخطر لكن الرئيس المنقلب اليوم يتحرك ويتصرف بفجاجة وبتحدي يعكس حقيقة هذه المغامرة هي ليست تجربة بل هي مغامرة وهي مغامرة شخصية فردية يقوم بها الرئيس وورط معه قطاعات من كفاءات الدولة التونسية الذين تورطوا معه في هذه المحاولة بعد أن غرر بهم وأوهمهم بأنه بصدد إنقاذ ثورة التونسيين في حين أن التونسيين لم يستفيدوا شيئا والبلاد اليوم دخلت في نفق مظلم سوف تحتاج إلى سنوات طويلة جدا للخروج منه سيما أن خاصة النفق الاقتصادي الذي تردت إليه سوف يحتاج عملا كثيرا والأمر سيحتاج إلى سنوات من أجل العودة إلى ما قبل 25 جوليا بيوم ما اشتركوا في القناة